نظم مجموعة من النشطة احتجاجاً أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ ضمن أو ضد اختطاف ستة أشخاص في تركيا ولفتت جريدة زمان تركيا إلى أن المحتجين أدانوا عدم اهتمام المسؤولين الأتراك بالشكاوى المرفوعة بشأن هؤلاء الأتراك الستة المختطفين أمام أعين الناس خلال 2019 ولا يردون على التساؤلات الواردة في هذا الصد